وشنو الحلول اللي موجودة اللي مفترضة اللي مفترضة اللي تقدمها الآن في هذا الوقت للمواطنين المتضررين من الدوائر الحكومية يعني أول الحلول أن الحكومة تقدر تطلب عودة الدوائر الحكومية في إدارتين فقط ما نبي أي إدارات إدارة الشؤون الإدارية والشؤون المالية هذه الإدارتين إذا وصلوا ورجعوا للدوامات تستطيع حل جميع المشاكل المتضررين للحاليين أثنين حكومة استطاعت أن تحصر عدد المدرسين 22 ألف من الوافدين استطاعت أن تحصر عددهم وقدمت المرواتب 6 شهور قدام وانتهى الموضوع في ثلاث أيام طيب حنا الآن 30 يوم 2000 مواطن منتقادرة يعني تجي تأخذ 2000 مواطن تقارنهم مع 22 وافد فأي عملية أسهل فالحكومة تتحجد في هذا الرقم أنه والله مش لاقية استطاعت أنها تحصر هذا العدد مش لاقية يعني مو صحيح أنت قاعدة تركضي وراء التاجر الحزب الاقتصادية المعادر إيش يعني كي شيء سويت أي شيء أهم مننا أنت يعني إحنا أهم من الآخرين أنت رح تسويت اللي هم منهم أقل همية منه وقدمت لهم الدعم وكلام طيب يعني دائما الواحد يقول لي متى هذه الحالة من المواطنين راح تستمر إلى متى راح تستمر